نجح برنامج تحليق بطبعته الأولى في رفض قطاع الطيران المحلي بجهلا جديد من خرجي الجامعات المؤهلين بما الخضعوا لبرامج مكثفة من التدريب العلمي والعملي أتاحت لهم فرصة الحصول على شواغر وظيفية همة داخل إدارات وأقسام شركة مطار البحرين أعد ليكون متكأ تستند عليه بثقة بالغة تلك الطاقات الشبابية البراقة الراغبة في ملء مكانها العملي عن كفاءة واقتدار تبشران بأهلية الاعتماد عليها والاستثمار فيها داخل أحياز وظيفية تدلي بشواغرها أمام ركب الساعين إليها العام 2014 شكل منعطفا هاما ومحمودا على حياة عشرين شابا وفتاة كانوا على موعد مع رحلة مكوكية من التدريب والتطبيق العملي قادها برنامج تحليق بنسخته الأولى على مدار سنتين كاملتين ليعد جدولها بإسلوب يرمي إلى دعم وتأهيل الكوادر الوطنية في مختلف المجالات التخصصية لاسيما في مجال المواصلات وخاصة في قطاع الطيران تماشيا مع خطة توسعة مطار البحرين الدولي على وجه التحديد باعتباره مشروعا وطنيا طموحا يهدف إلى تحويل المطار إلى أحد أهم المطارات الرائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي هاي المشروع ساعدني ويد أن أنا أسقل شخصيتي كمهندسة أن أنا عارف أتعامل مع كل الصعوبات التي تواجهني في مستوى يومي من حيث ساعات العمل برنامج تحليق كانت فكرة في البداية أنه عندنا مشروع تطوير مطار البحرين والذي هو عبارة عن مبنى مسافرين جديد فليش ما نيب مهندسين وأخصائيين للمطارات نعلمهم من البداية على أساس أنهم يكونون جاهزين مع بداية المطار أن أهم يتولون المهام الموجودة فيه المشروع بدأ لخريجين جامعيين خبراتهم العملية جدا قليلة لكن مع انخراطهم في العمل في مجال مشروع بناء المطار وبالإضافة للمشاريع الثانية التي تصير في المطار في الأقسام الثانية خلت المنتسبين للبرنامج يحصلون الخلفية الكافية دماء جديدة تضخ في أكثر المجالات حيوية فالقادة في قطاع الطيران من فرسان التغيير من الجامعيين البحرينيين يؤمنون برحابة فضاء سوق العمل الذي يثق بمهاراتهم غير المسبوقة وبأدائهم العالي بصورة تتيح لهم تولي المناصب القيادية ووضعهم أمام التحديات التي قد تواجههم في مختلف إدارات المطار من التجارب والتحديات المرينة فيها قاعدين نتعلم يوم عن يوم وهي المشروع بحد ذاته مشروع مميز أنه قاعد يخلينا نمر في تجارب متنوعة من مجالات مختلفة في مشروع واحد وفي وقت قصير نتحاب أجمع بين مجال الطيران ومجال الهندسة وهاي اللي وفر لي برنامج تحليق من خلال تعلمي من أنظمة المطارات المتعددة وطبقت المعلومات اللي أنا تعلمتها في الجامعة في مجال الطيران برنامج تحليق الذي يعد ثمرة تعاون ناضجة طويلة الأمد تجمع شركة مطار البحرين بسندوق العمل تمكين يعتبر منصة مثالية للتطور التعليمي والمهني في قطاع الطيران وورقة رابحة في يد كل مقبل على رسم مساره الوظيفي بريشته الخاصة أنا مسؤول من صوب إدارة العمليات في حالة أي حادث لأي طائرة في مطار البحرين فأنا في سن صغير وقاعد يعطونها المسئولية هي شيء جدا عظيم عندنا هنا في المطار أدت أنظمة تتعلق بالآيتي عندنا شبكات، عندنا أنظمة المطارات، سيستمات المطارات فهي يعطاني الفرصة أني أتعلم عن كل هاي الأنظمة يعني بشكل واسع بعد نجاح مخرجات النسخة الأولى من برنامج تحليق كانت الوجهة نحو تنظيم نسخة ثانية منه تم فيها أيضا قبولوا عشرين مرشحا من حديثي تخرج هم متوجهون نحو سبيل حافل بما يسرهم صوب سماء الفلاح أقلعوا بعزيمة المتشبثين بعصب التميز حلقوا لترى أفعالهم وتقيم حتى توضع في خانة الامتياز لجهد عظيم بدأ في توثيقه كتاب حياتهم العملية لتلفزيون البحرين محمد الشيدات